من نيويورك يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأة في ذي أولى مقرارات قمة سوتي التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين والتي نتج عنها إقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب فالجماعات المتطرفة بدأت تنسحب من تلك المنطقة حسب ما أكد الرئيس التركي أردوغان وفي مقابلة صحفية أكد أن استمرار بشار الأسد في السلطة يعيق مساعي السلام في سوريا مجددا دعواته لكافة الأطراف لدعم مساعي إيجاد حل سياسي عادل ودائم في سوريا وسبق تلك المقابلة كلمة للرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار فيها إلى أن هدف بلاده هو تطهير جميع الأراضي السورية من الإرهابيين بدءا من منبجو حتى الحدود العراقية لقد منعنا هجمات النظام الدموية ضد مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب من خلال منع تكرار المذابح التي ارتكبت سابقا في حلب وحمى وحمص ودرعا والغوطة الشرقية نعتقد أن تركيا قد مهدت الطريق أمام السلام والحل السياسي في سوريا وخاصة في محافظة إدلب وتزاملت تصريحات أردوغان مع استمرار دخول التعزيزات العسكرية التركية إلى محافظة إدلب حيث أكدت مصادر ميدانية وصول 35 آلية وناقلات جند إلى نقاط المراقبة التركية المنتشرة جنوب إدلب وشمال حمى